اهلا بكم حلقة جديدة من برنامج رقم عشرة كلام كتير النهاردة تقال عن الصفقات الشتوية في الدورية المصري لكن الصفقات الابرز كانت في نادي الاهلي اللي خلاص بينتظر وصول لعبه الجديد التونسي محمد الضوي كريستو واللي بيكتب فصل جديد من مشوار اللعيبة التوانسة في مصر اللي واضح كده انه فيه كيميا ما بينهم وبين الدوري المصري لانهم بالورقة والقلم من انجح اللعيبة العرب والاجانب اللي لعبوا في الدوري المصري تعالوا مع بعض بقى كده نستعرض ابرز اللعيبة التوانسة اللي لعبوا في الدوري المصري زي ما قلنا ان التوانسة هم الانجح في الدوري المصري طبعا نبتدي بايقونة التوانسة في النادي الاهلي كابتن علي معلول هو التونسي الاكتر نجاحا في الملاعب المصرية على الاطلاق ده طبعاً بالحديث عن الأرقام هو المحترف الأبرز في النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة تقلق بقميص الأحمر وطبعاً تعتبره الجميرة أنه من أبناء النادي ولا تعتبره أنه هو لاعب أجنبي مش مصري أو لا ينضم للنادي الأهلي نضم معلول لنادي الأهلي في صيف 2016 قادمة من الصفاقصي التونسي في صفقة قدرت بنحو مليون دولار معلول شارك مع النادي الأهلي في 219 مباراة في مختلف البطلات بمعدل طقائق وصل إلى 19170 دقيقة لعب خلال المباراة ده ينسجل معلول 39 هدف وصنع 65 هدف وطلقى 19 بطاقة صفراء لم يتحصل علي معلول علوله على أي بطاقات حمراء في الدوري المصري شارك معلول مع الأهلي في 138 مباراة سجل فيها 29 هدف صنع 40 هدف معدل عالي جدا في دوري أبطال أفريقيا لعب 58 مباراة سجل 17 هدف وصنع 4 هداف أما فيه كأس مصر لعب 11 لقاء وصنع 6 أهداف معلول كمان توج مع نادي الأهلي بأربع القاب في الدوري المصري مواسم 16-17 و 17-18 و 18-19 و 19-20 على التوالي كمان توج بيه لقبين في كأس مصر 16-17 و 19-20 ألقاب كمان علي معلول مع السوبر المحلي 17-18 18-19 و 21-22 و كمان ليه لقبين مع النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا مواسم 20-21 و لقبين في السوبر الفريقي مواسم 20-21 و موسم 21-22 كمان علي معلول شارك مع نادي الأهلي في خمس مباراة ببطولة كأس العالم لأنندية صنع خلالها هدف وحيد و توج بيه الميدالية البرونزية مع النادي الأهلي مرتين طبعا من أنجح الصفقات علي معلول في تاريخ الأندية المصرية اللاعب الثاني اللي معانا برضو من الصفقات النجحة في الدوري المصري فرجاني ساسي واحد من أنجح التوانسر اللاعبه في الدوري المصري نادي الزمالك الجماهير الزمال كوية بتحبه جدا وما زالت يعني بتتذكر تقلقه مع الفريق بتمني النفس أنه يرجع مرة تانية منذ رحيله في صيف 2021 فرجاني كمان برضو ليه أرقام مميزة جدا مع نادي الزمالك في صيف 2018 كان قادما من نادي النصر السعودي لعب مع الفريق 102 مباراة بمعدل دقائق وصل إلى 8391 دقيقة فرجاني ساسي بيسجل مع الزمالك 16 هدف وبيصنع 17 ويطلقى 23 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء كمان فرجاني ساسي لعب مع نادي الزمالك في دوري عبطال فريق 17 مباراة سجل فيها هدف وحيد وصنع 3 أهداف ويلهب كمان فيها دوري المصري 64 مباراة سجل فيهم 12 هدف وصنع 11 هدف بيتوج النجم التونسي مع الزمالك بلقب الدوري المصري في الموسم 2021 أو 20 21 وكمان لقبين في كأس مصر 2018 2019 الكنفدرالية الأفريقية 2019 سوبر مصري 2020 والسوبر الأفريقي 2020 من أنجح برضو اللعيبة فرجاني ساسي مع نادي الزمالك هنا في الدوري المصري نروح للنموذج الثالث أنيس بو جلبان انضم لنادي الأهلي في يناير 2007 وستمر مع الفريق حتى 2009 لمدة سنتين قضى خلال القلعة الحمراء عامين إلى أن الجماهير ما زال بتتذكره خصوصا أن أنيس بو جلبان منذ أن رحل عن نادي الأهلي بس فيه اتصال في كونيكشن ما بينه وبين إدارة نادي الأهلي كل فترة هو بيرشه لعيبة أفرقة علشان ينضموا لنادي الأهلي أنيس بو جلبان لعب لنادي الأهلي 63 مباراة بمعدل دقائق وصل إلى 3982 دقيقة صنع خلالها 3 أهداف ويه تلقى 15 بطاقة صفراء في الدوري المصري أنيس بو جلبان نعب مع نادي الأهلي 35 مباراة في دوري أبطال أفريقيا بيشارك فيه 23 لقاء بيطوج أنيس بو جلبان مع نادي الأهلي بـ 3 ألقاب في الدوري المصري مواسم 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009 على التوالي بجانب كمان الفوز بدوري أبطال أفريقيا موسم 2007-2008 السوبر الأفريقي موسم 2006-2007 حقق لقب الوحيد في كأس مصر مع نادي الأهلي موسم 2006-2007 وكمان السوبر المصري 2008-2009 دي كانت أفضل اللعيبة التوانسة اللي كان لهم تواجد كبير جداً وأداء مميز جداً في الدوري المصري لا خلاف على هؤلاء اللعيبة سواء من قبل جماهير نادي الأهلي أو قبل جماهير نادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر